علق أحمد حسان ميدو مدرب الإسماعيل الأسبق على رحيله من القلعة الصفراء وسر خلافاته مع حسن عبد الربو وقال أحمد حسان ميدو في تصريحاته أن هناك بعض الأشخاص قاموا بالإقاع بيني وبين حسن عبد الربو وأخبروه أنني أرغب في إنهاء مسيرته القروية وتعرضت لهجوم عنيف من شقيقه طارق عبد الربو وتابع حسن عبد الربو قام بالهجوم ضدي أثناء بعض المباريات وطلبت الإدارة باتخاذ قرار ضده فرفضه وفي ذلك التوقيت طلبت رحيلي في ولاياتي الأولى لقيادة الإسماعيلي وأستضرت أحمد حسان ميدو وفي ولاياتي الثانية مجلس الإسماعيلي كانت لديه نية في رحيلي وكنت أعمل في النادي من عشر صباحا حتى السابعة مساء وساعدت بعض اللاعبين ماديا ولكني استرددت جميع أموالي وحصلت على كافة مستحقاتي من نادي الإسماعيلي ترجمة نانسي قنقر